جهد دبلوماسي يمني معزول في واشنطن في مواجهة تحرك هو الأخطر لمجلس النواب الأمريكي نحو تعقيد المهمة العسكرية للتحالف في اليمن والمستمرة منذ نحو أربعة أعوام فقد عبرت السفارة اليمنية في واشنطن عن قالقها الشديد من مساعي أعضاء في مجلس النواب الأمريكي لوقف التعاون مع التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية مؤكدة أن هذه الخطوة ستنعكس سلبا على المسار التفاوضي السياسي في البلاد وتزامن بيان السفارة مع بروز دعوات من أعضاء بمجلس النواب الأمريكي لاعتماد تشريع يقضي بوقف دعم الحكومة الأمريكية للتحالف الداعم لاستعادة الشرعية وهو المبرر المعلن للتدخل العسكرية السعودية الإماراتية في اليمن وبحسب بيان السفارة اليمنية فإن اعتماد قرار كهذا سيعتبر دعوة للميليشيا الحوثية للاستمرار في التعنت وعرقلت الحل السياسي في اليمن فيما لم يرصد أي موقف للسفارتين السعودية والإماراتية في واشنطن حتى الآن بيان السفارة اليمنية أكد أن أي رسالة مغلوطة في هذا التوقيت سيكون لها بالغ الأثر السلبي على كل ما اتفق عليه في استوكهولم وبدأ بتنفيذه المبعوث الأمم مارتن غريفث ولجنة المتابعة في الحديدة في وقت حذر فيه البيان من السماح للنظام الإيراني بالتمادي في ممارساته بدعم الحوثيين وتهديد أمن اليمن والمنطقة بيان كهذا يبدو أقل تأثيرا على وقف عجلة المواجهة التي يقودها مجلس النواب الأمريكي ذي الغالبية الديمقراطية وهو ما ينذر بتجدد الأزمة الناشبة بين الكونغرس والبيت الأبيض على خلفية الدعم العسكري الأمريكي للسعودية في حرب اليمن فمجلس النواب وبدعم من نواب وشيوخ جمهوريين يبدو أنه ماض في تعهداته بشأن إعادة طرح مشروع قرار بشأن صلاحية الحرب الذي كان مجلس الشيوخ قد أقره عبر تصويت في ديسمبر الماضي بموافقة 56 صوتا مقابل اعتراض 41 صوتا فيما وصف حينها بأنه توبيخ للرئيس ترامب ووفقا للدستور الأمريكي فإن مشروع القرار يتعين أن يحصل على الأغلبية الثلثين في مجلسي الكونغرس للتغلب على فيتو ترامب الذي كان قد هدد باستخدامه في ديسمبر الماضي